وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات اللجنة المكلفة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بدراسة الاعتراضات على منح تعويضات للمزارعين المتضررين نتيجة فيضان نهر الكبير الجنوبي وغمر الأراضي الزراعية في محافظة ترتوس وتضمنت التوصية تعويض 52 مزارعا ومضاعفة نسبة شرائح التعويض المعمول بها وفق أنظمة عمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية اسوة بما تم عند احتساب التعويضات المزارعين الذين حصلوا على تعويضاتهم بموجب كتاب مجلس الوزراء رقم 1723 لتاريخ 7 من شباط 2024